الجهود الجزائرية والإفريقية لوقف المد الإرهابي في القارة قد تسقط في الماء طالما هناك رذوخ للمطالب المالية للجماعات الإرهابية الحديث ضمنيا مواجه لفرنسا جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خلال دورة الاستثنائية الرابعة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي سبق وأن انتقدت الجزائر بشدة في أكتوبر الماضي الإفراج عن مائتي سجين مقابل أربع رهائن بينهم العاملة الإنسانية الفرنسية سوفي بيترونة وتحدث أحد المتطرفين الذين أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن وأوقف في أواخر أكتوبر في الجزائر وهو مصطفى درار تحدث عن دفع ملايين من اليورو في مقطع الفيديو بثه التلفزيون الجزائري العام وقال إن المفاوضات تمت بين فرنسا وإياد آغالي أحد أبرز القيادين المتطرفين في الساحل والمرتبط بالقاعدة ولطالما نفت فرنسا دخول في مفاوضات للإفراج عن الرهائن الأربع ودفع فيديا لتحرير بيترونة ترجمة نانسي قنقر